دكتور لما نيجي نقول عام التبادل الإنساني المصري الروسي ليه أصلا التبادل الإنساني المصري الروسي؟ المبادرة زي ما حديك عارفة أنه كانت من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس سولاديمير بوتين وده حدث غير مسبوك تاريخيا السنة دي احنا بنحتفل بمرور 80 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بالمصر والروسيا في 80 سنة ده حدث غير مسبوك لم يحدث أن هناك عام كامل للتعاون والتبادل الإنساني والثقافي بين البلدين كان دائما أكثر حاجة أسبوع فالمبادرة بدأت سنة عشرين مفروض بدايتها والتعاون الإنساني كان مقصود بها تحديدا أنه التعاون في جميع المجالاته هو ده كان مقصود من كلمة التعاون الإنساني الروس لما بقوله جومنترني ساترونستوى مقصود بها تعاون شامل يعني يبقى تعاون في كل المجالات ما بين البلدين فكانت خطوة الحقيقة على قدر كبير من الأهمية تاريخيا ويتم الافتتاح هنا في مصر كان لها شرف المشاركة في تنظيم الافتتاح مع معالي السفير جيورجي بيروسينكو في التوقيت دوت وكانت موجودة معالي الوزيرة الدكتورة إيناس عبدالدايم في هذا التوقيت توقيت الافتتاح والروس جابوا فرقة بيروسكا ده الفرقة الأولى في الفرقة الشعبية الروسية رقم واحد زي عندنا كده فرقة ردة وفرقة قومية ونجابوا 140 شخصية كان حدث كبير جدا كان برضو إحنا عملنا نفس زي ما قلت في البلشوي هما برضو إحنا عملنا هنا في مصرح الأوبرا المصرح رقم واحد في مصر وكان نفتح طريق الحقيقة لعام التعامل الإنساني نفتح الرسمي بقا وزي ما تفضلت حضرتك انطلقت بقى فعالية تعصرنا نتيجة الكورونا لكن كان في إرادة الحقيقة يعني سياسية وشعبية ان احنا لا نفوت الفرص عظيم جدا احنا عزينا نتكلم عن هذه الفعاليات زي ما حدثك ذكرت انه كان بيبقى أسبوع فأكيد الفعاليات اللي كانت بتتعمل في أسبوع غير الفعاليات اللي هتتعمل في سنة بالضبط ايه أبرز الفعاليات بقى اللي اتعاملت خلالها شوف حدثك أولا أنا عايز أشكر في موسكو حقول انه الدكتور محمد ناصر الجبالي كان مستشارنا الثقافي الأسبق في موسكو كان موجود في هذا التوقيت فهو الحقيقي حرس انه هو يبقى فيه تواجد ثقافي مصري على أعلى مستوى أنا كنت موجود في موسكو في بعض الزيارات شاهدت بعد هذه الأنشطة كانت مع الجامعات مع المكتبات الكبرى هناك حتى مع طلبة المدارس أنا تصادفت في زيارة الموسكو وأنه كان عامل نشاط لطلبة سنوية العامة الروس في محاضرة داخل المكتب الثقافي المصري في موسكو عن تاريخ علم المصريات وحضارة مصر وبيحضر فيها قد إيه هم مهتمين بهذا الجانب أولا فيه اهتمام مولع بمصر كبير جدا يعني لما تعد في مكان في موسكو أو في أي مكان في روسيا وحوالك مثلا كده خمسين شخص هتكتشف أنه مش أهلي من ثلاثين جوم زاروا مصر لأن زيارة مصر بالنسبة للمواطن الروسي يعني أمر محبب جدا مقرب أوي للمواطن الروسي فترة توقف بنا وبينهم سياحيا كانت على فكرة أزمة كبيرة جدا عندهم كانوا بيطالبوا ده في الميديا وفي الإعلام وفي الموقف إن احنا عايزين نرجع عن مصر تاني وعايزين مصر تتفتح لنا تاني لأنه بيعتبروا أفضل منتجعات سياحية بالنسبة للمواطن الروسي ففيه اهتمام بمصر المستوى التاريخي طبعا فيه رصيد كبير جدا احنا بنتكلم في ما يقرب من مئة مشروع احنا عملنا سبعة وتسعين مشروع مع روسيا إذا كان أبرزه من السد العالي ومصانع الكبيرة اللي احنا عارفنا لكن ده فيه كمان مشروعات ضخمة جدا وصلت لرقم غير مسبوك مع الدول الأخرى الحقيقة ففيه اهتمام طبعا بالمصر تاريخيا وثقافيا فأنا حضرت بعض الأنشطة من هذا النوع ده الدكتور محمد الحقيقة انتهت فترته جاءت دكتور محمد السرجاني المستشار الثقافي الحالي واصل نفس المسألة وتعملت أنشطة عديدة جدا انتقلت بالثقافة المصرية الحقيقة في أماكن خارج الحدوث التقليدية راحوا مدن مختلفة راحوا جامعات في وسط الشباب في المكتبات الكبرى في هناك أنشطة ثقافية داخل المكتبات حصل معرض للطراس المصري هناك حصل فرق في نون شعبية ظهرت موسكو هناك ده فين يا دكتور هناك ده في المركز الثقافي المصري مثلا زي ما احنا عندنا المركز الثقافي الروسي ولا في المكتبة ولا في عروض شعبية في ساحات في عروض مفتوحة في أماكن مفتوحة هناك ده فين وإحنا بنكلم الناس هناك بنكلم بنبقى بحددين احنا بنكلم مين أطفال ولا بنكلم كبار ليهم ذكريات ولا بنكلم شباب لسه بيتعرفوا ولا بنكلم أطفال بنبن لهم صورة ذهنية وبنرسخها عندهم عشان يبقوا عارفين ومتحمسين إن دايما فيه علاقات بالنوبين ده سؤال مهم جدا احنا بنخاطب كافة هذه الشرائح يعني مثلا فيه مجموعة من الروس القدامة اللي هم مستشركين اليوم علاقة شخصية بمصر عاشوا هنا فترة طويلة كتبوا كتبوا عن مصر زي فلاديمير بلياكوف المستشرك الكبير جينادي جارياتشك كان مدير مركز ثقافي الروسي في اسكندرية درج المستشرك وكتب كتب عن مصر كتير جدا عاملين مجموعة في المكتب الثقافي المصري بيجمعوهم مرة في الشهر يعني لقاء شاي شاي مصري يعني فدرود بيجوا طبعا بحب جديد لأن اليوم زيكريات مع مصر وعندهم كلام كتير ممكن يتقال عن مصر بلياديمير بلياكوف المناسبة هزور مصر الشهر الجاي إن شاء الله النهاردة عند 12 كتاب عن مصر كتاب منهم كتاب بالمناسبة إرشاد للمواطن الروسي لو هزور مصر أنصحك تزور متاحف ايه واماكن ايه مهمة ثقافيا يعني فده دي شريحة فيه شريحة تانية للشباب مش عايزة قطع حضرتك وعارف ممكن التاريخ ما يكونش في موك حضرتك بس ده كان تبعته سنة كان تقريبا يعني شاف الحاجات الجديدة شاف الافتتاحات الجديدة اللي احنا عملناها يعني يوارد إنه يتم إدراجه أو إحنا نقدم تعريف أنا هنقل له ملحوظة دي إنه هو ده كتاب اتعامل يعني أعتقد كان من صدر من 15 سنة في مؤكد طبعا طب دي احنا عندنا مؤكد طبعا جمهورية جديدة بالضبطة هو هزور الشهر جاي إن شاء الله أوادك يعني ممكن لو عندك فرصة هو بيكلم مع ربي كويس جدا ممكن فعلا يعمل نسخة جديدة ويعدل طبعا عندنا كل الإنجازات الأخيرة دي ممكن تخش في هذا وإحنا نتشاره فيه طبعا ضيف هنا بإذن الله يسعدني جدا طبعا لأنه حد يعني الحياة من المحبين لمصر جدا ولما بيجيش مصر فترة طويلة بيبقى زعلان بيبقى حاسن ومشتاء لمصر جدا ما قلتوني الشهر الجاي في زيرة ليك بقى في منتهى السعادة إنه هو هيزور مصر ده طبعا أمر طبيعي كتاب بتاعه تجدد فيه طبعا المكتبات هناك زي عندنا برضو بتعمل نشاط ثقافي مختلف جدا فده برضو جمهور بيروح المكتبات مخصوص فإحنا عملنا مع هذا الجمهور فالحقيقة كان فيه تواجد مصري رائع جدا ساعة السفير الدكتور نازيه النجاري بازل جهد هايل جدا في الحضور المصري الثقافي تواصله مع الدوائر الثقافية في روسيا بشكل متميز جدا الدكتور السرجاني مشاري الثقافي نفس الشي فإحنا عندنا حضور متميز جدا نسبة أننا هنا كمركز ثقافي روسي في القاهرة واسكندرية كجمعية خارج الجماعات الروسية والسويتية إحنا حرصنا نحن نحتفي بهذه المناسبة في عديد من المناسبات إحنا عملنا أنشطة كثيرة جدا خاصة بالأدب الروسي خاصة بالسينما الروسية خاصة بالمسرح الروسي حرصنا على تواجد روسيا في المهرجانات الثقافية المختلفة في مصر وجهنا الدعوة لشخصيات متخصصة تكلمت عن روسيا في مجالات مختلفة سواء كان في تخصصات الترجمة في السياحة في علاقات الدولية في حتى العلاقات السياسية فكان فيه العديد من الدوات على مدار فترة طويلة جدا احتفينا بقى طبعا إحنا كمان فيه أمر جدير بالاحترام أن إحنا الإرادة السياسية هنا الموجودة لدى القيادات في مصر وروسيا خدوا قرار تاريخي جدا أن كورونا مش هتوقف نحن همدل عام التعاون للإنسان اللي هو الثلاثة عشرين عظيم جدا فتمدل لواحد وعشرين ولا حداخل على اثنين وعشرين وجدت ظروف بقى كتير نعمل الختام إمتى فتمدل لثلاثة وعشرين نحن عملنا الختام أمس فقط في مصر فمن عشرين لثلاثة وعشرين أصبح حدث برضو غير مصبوك أن نعمل مش في السنة تحولنا من أسبوع لما شاء الله أكثر من ثلاثة عوام عظيم جدا حضراتكم متخيلين كم الفعاليات اللي بنتكلم عنها دلوقتي مرضود هيكون عامل إزاي لأنه بكل تأكيد الإعلام الروسي صلت الضوء على هذه الفعاليات بالزبط فتفسير حضرتك إيه الاهتمام الإعلام الروسي بما يحدث على أرض مصر وكان أخرها مهرجان العالم عالمين كان فيه تواجد روسي وتحدثوا بتفاصيل كتيرة جدا عن مميزات هذه المدينة وصلتوا الضوء كمان على هذا المهرج طبعا قلت روسيا اليوم سجلت عملت ريبرتاج مميز جدا عن الإعلامين وده المواطن الروسي تفرج عليها بشكل واضح جدا عملت اهتمام كبير للمشاهد الروسي لأنه مدينة جديدة يعني مدينة فيها كل التفاصيل اللي ممكن إنسان يعيشها فيه ويستمتع بوقته من ثقافة لرياضة لفنون صهرات رائعة جدا في الصيف فالحقيقة أنا حتى شخصيا أصدقاء الروس في المركز ثقافي الروسي بدأوا يغيروا وجهة استجمامهم من الغرباء والشار من راحوا للعالمين الأسبوع اللي فات طبعا اهتمام كبير جدا لأنه الحقيقة يعني أنشطة ملفتة جدا والسائح الروسي يعني رقم واحد في مصر مهتم طبعا الوقت فعلا العالمين بقيت رقم واحد في مصر حاليا أنا شخصيا كنت ناج من شهر شفت المنظر ده بعيني وعيشت الأجوال الجميلة دي كلها على بعد نص ساعة من العالمين في مصر مع روسيا بيبنوا يعني مشروع قومي عظيم جدا لا يقل عن الساد العالي هو مشروع الضبع في يعني عدد كبير جدا من الخبراء الروس موجودين في هذا المكان فنص ساعة من الضبع للعالمين ده مكان المحبب لكل هذه المجموعة الكبيرة جدا من الخبراء والمهندسين والفانين الروس بعائلتهم بروحه العالمين فطبعا ده حدث مهم جدا يمكن سوق السياحة المصري مفتوح ويستوعب فئات مختلفة من السائحين الروسيين زي ما حرارك كنت بتقول فكرة تحويل الاتجاه او اكتشاف اماكن جديدة من نتحاول من مرسى عالم وشارم الشيخ والغداء للعالمين ممكن نكتذب فئات مختلفة وفئات عمرية كمان ممكن تكون مختلفة من السياحة الروسية عندنا عندنا طبعا امكانيات كترة جدا ان احنا نجيب جسائح الروسي مهتنوع يعني مش بس الاماكن السياحية والتاريخية والمتاجعات السياحية اللي هو طبعا يفضل عشان المياه الدفية والشمس اللي هو محتاجها جدا في التوقيت احنا عندنا اماكن كمان يعني الروس زي ما احنا عارفين ارثوزوكس احنا عندنا يعني ريح المقدسة ده ممكن يلفت نظر السائح الروسي عندنا اماكن كمان لسه مش معروفة اول المواطن الروسي اتمنى لفترة الجاية التنشيط سياحية لقد نقع علي عندنا بعض الفانانين الروس اللي جوم مصري هنا عندهم حرب اهلية سنة عشرين مثلا وعاشوا هنا وانتجوا هنا ولوحاتهم هنا زي ايفان بالليبن ايفان بالليبن ده فانان روسي جاه عاش في اسكندرية سنتين وقاهرة ثلاث سنين من سنة عشرين سنة خمسة عشرين عنده كم من اللوحات والايكونات اللي موجودة داخل مصر اصبحت ملك مصر لكن ده لو اعلن عنها في الروسيا للمهتمين بفرون التشكيلية ممكن تبقى فيه زيارات مخصوصة عشان مشاردة هذه العمال ففيه كم كتير جدا من المشترك بيننا وبين روسيا اللي جاذب السائح الروسي امس الحقيقة عايز اقول لكم على مشهد رائع جدا يسعدنا ويسعد اي من مواطن مصري احنا كنا في مسرح البلشوي المسرح الكبير اللي هو الرقم واحد في روسيا اولا ما كانش فيه كورس فوضي والصور انا يعني بعدتها لكم لانه الناس اللي كانت برة اللي ما عرفش تخش كمان كانوا زي قد اللي هو تقريبا يعني عايزين يشوف العرض المصري عايزين يشوف العرض المصري اوزليس اللي بالمناسبة معالي الوزيرة شخصيا الدكتورة نيفيني كلاني بالضبط كده هي اللي اخترته وكان فيه يعني الحقيقة انا بحيي معالي الوزيرة لانها كانت حريصة على التفاصيل التفاصيل الدقيقة جدا بص الشاب مسأل احنا كنا عايزين كاميرا كمان براش هنا في كردور احنا بنتفرج على معرض التراث المصري هذا الحجد الكبير جدا الصورة اللي فاتت كان القاعة نفسها ما فيش مكان فاض فينا زي ما قلتلكم العرض بتاع اوزليس كان ملفن جدا هو قاب بالي هم طبعا احنا في البلشوري مملوك البالي بس ما شافوا حاجة مختلفة شافوا حاجة مصرية شافوا طابع وروح مصرية على البالي اللي قدمناه قدامهم فالحقيقة كان اهتمام من الجمهور كبير جدا ليه اصدقاء الروس كلمتهم مبارح عشان انا جايلكوا نهاردة قلت اسألهم عن انطباحهم انا مش عايز اقول لكم الانطباح قد ايه مدهش قد ايه يعني عاشوا ليلة مصرية جميلة جدا في قلب موسكو في مصرح البلشوي بيستمتاع غير عادش كانوا مبسوطين من المعرض مبسوطين من العرض الحقيقة ده وزارة الثقافة المصرية مشكورة ان اخترت هذه العرض تحديدا لانه كان يعني مشرف جدا مدام جمهور زواق وعاشق للثقافة وعاشق للبلي بشكل خاص يعني صحيح طيب هل في اي وجه تشابه ما بين العادات والتقاليد المصرية والروسية كتير كتير انت ما بتعامل مع مواطن روسي وتعاشره تحس انك انت مجدنيا فيه تقارب كبير جدا الروسي لما تيجي تسافر بالقطر كده من مدينة للمدينة فيه طبعا عشان اكبر دولة في العالم توقع ثلاث يومين ونص في القطر عشان تسافر بس يعني توقع يومين وثلاثة ولو انت قعد في يعني كابينة الخطار اللي فيها نوم وقعاد لا يمكن يعدي ربع ساعة الا ما كنت تعرفتوا على بعض واكلتوا مع بعض واشكرتوا مع بعض عشاريين جدا اكتماعي عشاريين جدا وطيز اخر المشوار لسه متعرفين مثلا مبارح يسلم عليك بالاحضان كأنه مثلا احنا بقلنا يومين نروسوا مع بعض بقى زينا بالضب كلنا هاشتما نحبوا مع بعض فيه قرم ديافة في الشخصية الروسية فيه عشق للثقافة فيه الدفء الانساني في التعامل بيننا وبينهم يعني ده موجود عندهم برضو عند الروس الطابع الشرقي موجود في الشخصية المصرية الروسية يعني هما دايما كان الثقافة الغربية والثقافة الشرقية هما في احتضان للثقافة الروسية يروحوا شارق والغرب وكان دايما فيه تجاهات مختلفة في أزمنا مختلفة حسب الشخصيات اللي بتقود الدولة في الطويل لكن انا شايف ان الشرق كان غالب على الشخصية الروسية وجدانيا وانسانيا ونفسيا عشانه ما دايما نقربي مننا كتير اكيد دكتور لما نيجي نقول انه فيه اتفائيات كتير للشباب تبادل ثقافي وتبادل طلابي ما بيننا مثلا وبين ما بيننا كمصر وما بين الاتحاد الأوروبي شباب اتحاد الأورو متوسط وغيرها كتير جدا هل فيه حاجة زي كده تبادل طلابي بين شباب المدارس وشباب الجماعات بحيث انهم يدرسوا برا واحنا نستضيف شباب روسيين يمكن مؤتمر الشباب بالذات النسخة الالكترونية قرب ده جدا لكن خلينا نوسع قاعدتنا الجماهرية في وسط الشباب تب اقول لك خبر لسه ما تزعش في مطل تبقى صباح القير انفردت به اتشكلت لجنة مصرية حاليا اسمها اللجنة الوطنية للتحضير لمنتدى الشهب العالمي في روسيا في مارس الفين اربعة وعشرين ده المنتدى اللي سيفتتحه الرئيس فلاديمير بوتين واللجنة دي انا بتشارب بالعضوية فيها ومعنا يعني من وزار الشياب ورادة عبدالله الباطش وستاذ احمد براني من شباب رئيسة الجمهورية ونستعد الآن ل اعمل انترفيوهات مع الشباب اللي يرغب في المشاركة في هذا المنتدى مصر سيبقى وفدها كبير جدا 140 شخص شاب وشابة من الدول اللي عددها كبير في دول كدير اقل من كده الشباب عندنا كمان عندهم خبرة في المشاركة في مثل الزم والمتمرات والمتدهات الكبيرة ان شاء الله هنفتضل قريب جدا باب الاشتراك وحيبقى فيه موقع الناس هتسجل عليها وبعد التسجيل هيعملوا انترفيوهات مع اللجنة وان شاء الله هفد مصر يبقى مميز جدا وحنشارك فيه المتدى الشعب العالمي في روسيا 24 ان شاء الله عظيم جدا طب بالنسبة لسؤال مننا بتاع المنح الدراسي المنح كان روسيا بتدينا 110 منح كل سنة منهم جزء مخصص للمهندسين المصريين اللي حيشتغلوا بعد كده في الضبعة وانا قابلتهم في موسكو وقابلتهم في اكتر مكان في روسيا وكان ساعد جدا لانهم مش بس بياخدوا جزء الاكاديمي ونظري تخلي باحدك بينزلوا مفاعلات بينزل مفاعل نووي يشتغل عملي فده حيجي لي يشغل الضبعة التعامل مع الجنب الروس الحقيقة في شيء جيد يستحق الإشادة انه لما بيعمل عندك مشروع زي الساد العالي او مصنح الوصولبة او الالمونيوم او الكوادر عشان تديلي المشروع بعد كده اللي واحدك بدون اللي الاستعانة بي هو بيعمل كل وقت حاليا مع الضبعة ودي اصلا سلسة المصرية فكرة ان احنا نبقى عندنا نمتلك الاستقلالية التمة نحن نقدر ندير ونطور كمان بالزبط كده فهو لاتي المنح دي من المية وعشرة بقوا من 250 زادوا فيه كمان خبر جديد انهما السنة جاية هيزدوا اكتر فالمنح اتفتحت دلوقتي حاليا اي شاب ايخش على موقع بيت سروسي بالقاهرة حيلاقي موقع بتاع وزارة التعليمية الروسية هيسجل على المنح بشفافية تامة بتعامل مع الموقع والموقع سيرد عليه على طول عشان يسجل البنات بتاعته وورقه وان شاء الله المتن وخمسين منح للشباب مصر يستفيدوا بها في كافة التخصصات في الموسم الدراسي 24-25 ان شاء الله كل شكرا لك دكتور شريف جاد مدير النشاط التقافي بمركز التقافي الروسي نورتنا وشرفتنا واختصتنا النهاردة بأخبار حصرية لصباح الخير شكرا جزيلا شكرا جزيلا